أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ننطيكم درس مهم جداً هو المكونات الأساسية للنظام الشمسي يعني شنو المكونات الأساسية للنظام الشمسي يعني تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية 220 فولت تجهز بها البيت طبعاً المكونات الأساسية للنظام الشمسي تكون من أربع قطع واحد اثنين ثلاثة أربعة أول قطعة هو لوح شمسي لوح شمسي كلكم شايفين لوح الشمسي هذا يتخلي وتوجه أمام الشمس حتى يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية يسموه لوح شمسي وبيقاعدة يثبت عليها على مدلة يتحرك نتيجة الرياح العالية وهذا لازم يتنظف بين فترة وفترة ينغسل من الأتربة زين حتى يبطيك أكبر طاقة كهربائية بس الطاقة الكهربائية الخارجة من عنده مو ثابتة حسب أشاعات الشمس حسب الضوء إذا الشمس قوية حيطيك طاقة قوية إذا الشمس قليلة حيطيك طاقة قليلة ولهذا لازم نجيب جهاز منظم شحن بعد ما شدينا هذا الجهاز القطعة الثانية هو منظم الشحن منظم الشحن يحاول لك إياها من فولتية متغيرة يعني غير ثابتة 15-12-24-22 فولت يحاول لك إياها لـ 12 ثابتة حتى وين يدخلها؟ يدخلها لبطارية حتى يشحن البطارية بعد ما يشحن البطارية وين لح تروح؟ من البطارية نأخذها ندخلها إلى انفيرتر عاكس يحاولها من 12 فولت إلى 220 فولت العاكس يحاولها من 12 فولت دي سي مع البطارية إلى 220 فولت أي سي تروح إلى المنزل نشغل بها مروحات تلفزيون ستلايت لابتوب إضاءة غلوبات شاحن موبايل إلى آخر فهذا هو المكونات الأساسية للنظام الشمسي لمن سألني أربع قطع لوح شمسي منظم شحن بطارية عاكس انفيرتر وهو منكم ما شايف منظم الشحن أنا بالنسبة لي سويت منظم شحن إن شاء الله منظم شحن سويته هو هذا يعني سويته عملي بواسط روكوليتر ثمانية وسبعين واثناش سويتنا منظم شحن بنا ندخل انبوت هذا الناقص وهذا الزائد مننا يدخل من اللوحة الشمسي هذا الناقص وزائد والخروج مننا هذا ناقص وزائد لحي يطلع 12 فولت يروح للبطارية وخلنا لكم قلوب دلالة لد أخضر حتى إنه نعرف الفولتية خارجة من الجهاز فهذا يروح للشحن وبعدين من البطارية يدخل للعاكس ومن العاكس للبيت يتوزع فهذا هو أخواني تصنيعي إن شاء الله يدوي إن شاء الله الدرس القادمة يشرح لكم عليه وهذه الخريطة مالته فإن شاء الله الدرس الجاي إن شاء الله يشرح لكم على منظم الشحن فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الرجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته